اتفق رئيس الوزراء اليابني شينزو أبي ورئيس كوريا الجنوبية مونجين على التنصيق بينهما بشكل وثيق من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات جديدة أشد الصرام على كوريا الشمالية ذلك خلال مباحثات بين الزعيمين في مدينة فلادي فوستوك في الشرق الروسي الأقصى في هذه الأثناء قدمت الخارجية الصينية احتجاجا إلى كوريا الجنوبية بعد نشرها أربع منصات اطلاق لنظام ثادة دفاعية في قاعدة عسكرية بمنطقة سيونجو على بعد ثلاث مئة كيلومتر جنوب العاصمة لتنضف إلى منصات أخرى تم تثبيثها في مارس آذر الماضية وأشارت زارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أنها ستجري محادثات مع جيرانها بقضية نشر الصواريخ وأن نشرها هو خطوة اضطرارية وأنه سيتم تفقيق المنصات في حال التوصول إلى حل للأسماء ترجمة نانسي قنقر